موسيقى موسيقى أهلا بكم في قرآنيات والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود أخي مالك أهلا بك أختي فرحان أهلا بك الآية دي فيها قسم أو حلفان صحيح الآية هنا لدينا هذا النص في قسم طب فين جواب القسم لدينا ثلاثة أقسم والسماء واليوم والشاهد فين جواب القسم جواب قسم في الحقيقة غير معروف إزاي لما كنا نحضر الحلقة نحن راجعنا التفاسير اللي حال تقدم إيجابة عن جواب القسم فاكتشفنا أنه لدينا خمس إيجابات محتملة أي الإيجابة الأولى أن جواب القسم محزوف الإيجابة الثانية أن جواب القسم كلمة قتل في الآية رقم أربعة جواب القسم قتل آية رقم أربعة جواب الرقم ثلاثة أن جواب القسم الآية رقم اتناعش اتناعشر أنه بصي ربك لشديد أو جواب الرابع أنه محزوف تقديره أو نحوه أنه له تقدير ما محزوف لكنه له تقدير ما الجواب الخمس والأخير أن الجواب القسم هو أنه لدينا فتنه في الآية رقم عشر إذن لدينا خمس احتمالات نحن لا نعرف هذا النص عندما أقسم ما هو جواب القسم طيب إزاي يكون القرآن فيه بيان ووصل الشارحين والمفسرين لهذا التخبط صحيح الغريب في الموضوع أني كاتب من غراب أي تنزيل قدم هالاحتمالات ناقش الاحتمالات ولكن ما هو قادر كان يحسم أمره والأطراف في الموضوع عندما انتهى من تقديم هذه الاحتمالات الخمسة لم يقل بأنه يستغرب من نصا على أساس هو نص بياني بليغ قمة الإنتاج الثقافي الإلهي يوجد فيه هذا التخبط طيب عندنا أعزائي المشاهدين لو عندنا طالب بيمتحن في السنوية العامة وقدم نص زي ده هياخد صفر في النص ده لأن ما فيش جواب القسم هيسيبها بقى للمصححين يفكروا في الصفحة الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا الربعة ولا في الامتحان الجاي إن شاء الله أخي المشاهد أخت المشاهدة الآية ما فيش جواب قسم والمفسرين مرة يقولوا في الآية اربعة يمكن في الآية اتناشر يمكن يمكن تقديره ايه يمكن محزوف هل ده بيان في القرآن أشكرك أخي مالك أنا سايبة الحكم لكم هل هو ده الإعجاز نشوفكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة